تحفيز المؤسسات الوطنية على المساهمة في تطوير قطاع المحروقات وجعلها محركاً للتطور الاقتصادي هدف يسعى إلى تحقيقه مجمع سونتراك في إطار تنفيذ مخططه التنموي من خلال تنظيم أيام إعلامية حول فرص الشركات الجزائرية في الاستثمار في القطاع والقصد من الاندماج هو أن تقوم الشركات الجزائرية بالتصنيع المعدات الصناعية التي نستوردها اليوم وهذا سيسمح بدون شك بتطوير النسيج الصناعي بخلق منصيب شغل جديدة لشبابنا وخلق طروة في البلادنا فسونتراك سطرت مخطط طموح وعلى الشركات وعلى الشركات الوطنية أن تستغل كل الفرص للمساهمة في تنفيذها مجمع سونتراك باعتباره المتعامل الاقتصادي الرئيسي في مجال الطاقة يحث المؤسسات الوطنية عمومية كانت أم خاصة على الدخول في شراكات ناجعة في مشاريع استثبارية كبرى آفاق 2030 وإذا كانت بعض المؤسسات الوطنية العمومية قد استغلت فرصة التعامل مع سونتراك يبقى القطاع الخاص بدوره مطالب بنسج علاقات شراكة ناجعة في قطاع المحروقات اشتركوا في القناة